مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي عبر الكتاب كل يوم الواحد بيسمع أمور عجيبة بتصدر من الإخوة المسلمين مرتبطة بالإيمان المسيح سواء نقد أو ادعاءات غير حقيقية لكن بصراحة كان أول مرة أسمع ادعاء يعني على قد ما الواحد بيتحك لما بيسمع الحاجات دي على قد ما الواحد بيحزن لأنه اللي بيقوله غالبا بيبقى مغيب هذا الادعاء يقول أن المسيح لم يبشر بالمسيحية بل بشر بالإسلام زي ما حضراتكم سمعتم مني بالزبط كده أن المسيح لم يبشر بالمسيحية بل بشر بالإسلام أي أن المسيح بشر بالجهاد في سبيل الله وبقتل المرتدين والكفار أي أن المسيح نادى بالصلاة خمس مرات في اليوم وبحج وبالحج وبالصيام شهر رمضان أي أن المسيح نادى بكل هذه الأمور ونادى أيضا برسول الإسلام بالزبط زي ما حضراتكم بتسمعوا هذا هو الادعاء اللي هتكلم عنه النهاردة هالبشر المسيح بالإسلام لأن هذا فعلا إن كان يعني بيدل على شيء فهو يدل على الكذب والتدليس هالبشر المسيح بالإسلام ده فيديو منتشر على اليوتيوب وجامع يعني مئات الألاف من المشاهدات وعملين له دبلجة وترجمة ويعني المهم أن يكون في سبيل الله حتى لو بالكذب المهم يكون في سبيل الله ونشر الإسلام والدعوة الإسلامية أنا هاخد الفيديو ده وهقف عند بعض الأشياء فيه وهنشوف هالإدعاءات دي مع أنها كذبة بس حلو نحن نرد على هذه الإدعاءات لأنه غالبا كثيرين من المسلمين بياخدوا هذه الإدعاءات ويتبنوها دون وعي ودون فكر ويرددوها كالبغبغانات وأنا بصراحة لما سمعت الفيديو ده أول حاجة جات في بالي أنه ده يمكن تأثير بول البعير يمكن لأنه مش ممكن أبدا أن إنسان يبقى مغيب مغيب ومعمل له برينووش أو غسيل مخ بهذا الشكل بهذا الشكل أنه للدرجة أنه يدعي أن المسيح كان مبشرا بالإسلام والمسيح ليس له علاقة بالمسيحية طيب نشوف أول فيديو ونرجع نتكلم لأن الفيديو الأولاني بيسأله المزيع بيقوله ما هي المشاكل التي قادتك إلى الإسلام يعني اللي أنت رأيته في المسيحية كانت بنسبة لك معضلة وأمر شائك وهذا الأمر الشائك قادك إلى الإسلام أنا عايز أقول بس ملاحظة قبل ما نسمع الفيديو أنا بسمع كتير قوي من الفيديوهات اللي هم بيحطوها عن مسيحيين صاروا مسلمين واللي هي ملاحظة يمكن المرة الجاية يحاولوا أنهم يحسنوها شوية لم أسمع فيديو واحد يقول فيه المتكلم أنه أعجب بالإسلام أو برسول الإسلام أبدا يعني إحنا مثلا لما واحد تقابله يقوله أنت ليه صرت مسيحي يقولك لأنه المسيح رأيت شخص المسيح أعظم وأجمل في تعليمه وفي حياته وفي تقوى وفي فداءه وفي خلاصه فأنا انجذبت للمسيح انجذبت للمسيح حبيت المسيح لا تجد أبدا فيديو موجود ليدعون من يدعون أنهم كانوا مسيحيين أو غير مسيحيين وصاروا مسلمين أنه يقول أنه أعجب وانجذب نحو مؤسس الإسلام لكن يقولك إن أصل فيه مشاكل في المسيحية هذه المشاكل في المسيحية قادتني إلى ترك المسيحية وقبول الإسلام نسمع الفيديو نرجعنا على الله عليه ما هي المشاكل التي رأيتها في المسيحية والكتاب المقدس والتي قادتك إلى الإسلام اعتقد أن السيد المسيح لم يدعو إلى المسيحية فهو لم يأتي ليأسس كنيسة ولم يذكر أي من الأناجيل باستثناء واحد شيئاً عن تحدث السيد المسيح عن الと思います عند الكنيسة Alrighty الأناجيل الأولى لا تتحدث عن ذكر السيد المسيح للكنيسة على الإطلاق فهو لم يبشر بالمسيحية وإنما دعا إلى عبادة الله وإلى وحدانية الرب وكان ضد النفاق ودعا إلى حسن النية والإخلاص وحب الله وحب الجار وما إلى ذلك حيث كانت أشبه بحركة تجديد حركة تجديد روحاني في اليهودية لذا يمكن تسمية دين المسيح باليهودية أو دين بني إسرائيل لم يبشر بالتجسد ولم يبشر بالثالوث المقدس ولا بتضحيته بنفسه للتكفير عن خطايا البشر وذلك وفقا للغالبية العظمى من المؤرخين طيب أنا عارف أنه هو الحاجات كثيرة بس أنا أحاول أخذ واحدة واحدة من الأرض أول حاجة المسيح لم يبشر بالمسيحية أنا مش فاق يعني حضرتك واعي واعي للي أنت بتقوله لأن المسيحية هي المسيح ولا توجد مسيحية بدون المسيح لا توجد مسيحية بدون المسيح فالمسيح هو يعني حجر الأساس في الإيمان المسيحي والإيمان المسيحي مبني على ما قاله يسوع وما علمه وما أيضا عمله عندما كان على الأرض ده الأساس المسيحية لا يوجد مسيحية بدون المسيح فالمسيحية لا تنفصل عن المسيح يعني ما تقوله يبعد كل البعد عن المنطق وعن حتى الكلام المنطق العادي المسيح لم ينادي بالمسيحية وكأنه يفصل بين المسيح والمسيحية وده يعني ده على فكرة ما يحاول المسلم دايما أنه يعمله أن المسيحية هي نشأة متأخرة أما المسيح فلم يكن مسيحية طبعا ده كلام فاضي ليس له أي أساس من الصحة وهل يمكن أن يكون هناك مسيحية بدون مسيح إذا كان الإسم أساسا مرتبط بالمسيح فهل يمكن أن تكون هناك مسيحية بدون المسيح لا يمكن فالمسيحيين أو المؤمنين دعوا أولا مسيحيين لأنه انتمائهم للمسيح انتمائهم لتعليم المسيح انتمائهم لعمل المسيح الذي صنعه لفداء البشر طيب الإدعاء الثاني في الفيديو أقول لك إيه المسيح لم يؤسس كنيسة المسيح لم يؤسس كنيسة وإنه الكنيسة مسكورة مرة واحدة بس في الأناجي أولا ذكر كلمة كنيسة بالذات في متى 16 وعدد يعني الجزء من 18 إنه على هذه الصخرة أبني كنيسة وأبواب الجحيم لن تقو عليه كلام الرب لما قالوا لبطرس ذكر الحقيقة مرة واحدة لا يقلل من كونها حقيقة إنه الحقيقة تذكر مرة واحدة لا يقلل من كونها حقيقة زي ما أيضا ذكر الكذب عشرات المرات لا يجعل منه حقيقة فإن كان كلمة كنيسة ذكرت مرة واحدة فده لا يقلل منها أنها حقيقة أعلنها الرب يسوع والحاجة التانية لماذا اختار المسيح تلميزه ألم يختار تلميزه ليكونوا هم أيضا بداية هذه الكنيسة ألم يكلف المسيح تلميزه بأن يذهبوا للعالم أجمع ويكرزوا بالإنجيل للخليئة كلها ويعمدوهم اسم الآب والإبن والروح الكدس وهذه هي فكرة الكنيسة كلمة كنيسة تعني جماعة محفل اجتماع اجتماع للمؤمنين بالمسيح فالكنيسة هي جماعة المؤمنين بالمسيح وولدت الكنيسة يوم الخمسين عندما حل الروح الكدس على التلميز من الرب يسوع تكلم وعاش وعلم واختار تلميزه لكي يكون هؤلاء هم بداية الكنيسة حاجة الله أي واحد قارئ للإنجيل يعرف كويس قوي إرسالية المسيح وعمر المسيح عندما كان على الأرض يعلم جيدا لماذا جاء المسيح يعلم جيدا لماذا اختار تلميزه يعلم جيدا ما هو الغاية والهدف الذي من أجله اختار التلميز يعلم جيدا ما هو مضمون الإنجيل والبشارة بالمسيح يعلم جيدا كل هذه الأمور إنما ده بقى جاي يقولك المسيح لم يؤسس كنيسة وطبعا هذا الكذب وهذا التدليس بيجد يعني أرض خصبة عند البعض وينادون بهذا الكلام الحاجة التالتة اللي بيقولها لكن المسيح لم يدعي أنه هو الله نفس الفيديو المسيح جاء كمرسل جاء لحركة إصلاح للديانة اليهودية طبعا هذا لم يعني اللي بيقول الكلام ده يبقى لم يقرأ الأنجيل ولم يقرأ تعليم المسيح ولم يقرأ الأنجيل الأربعة ولا يعرف شيئا عن الأنجيل الأربعة لأنه الأنجيل الأربعة بتؤكد بتؤكد على طبيعة المسيح وبتؤكد على من هو يسوع المسيح لكن حاجة الغريبة بقى هليني أسمعكم مرة تاني الجزء ده لأنه مهم جدا شوفوا بيقول لنا المسيح لم يبشر بالتجسد ولم يبشر بالثلوس ولم أيضا يبشر بالموت الكفاري موته من أجل فداء البشر المسيح لم يفعل هذا المسيح لم يبشر بالتجسد يعني هي يبشر بالتجسد يعني هي يمشي في الشرع يقول أن عقيدة التجسد كذا وكذا وكذا التجسد مذكور في الأنجيل التجسد هو دخول الله إلى العالم دخول يسوع المسيح إلى العالم وذكر بالتفصيل في متى وذكر أيضا بالتفصيل في لوأ تجسد ولادة المسيح من عذراء دخول إلى العالم بهذا الشكل ومرات ومرات الرب يسوع أكد أنه أتى من السماء أنه أتى من السماء وأكد أيضا مرات ومرات في الأنجيل أن الأب أعطى الأبن لفداء العالم التجسد موجود حتى من أول الإنجيل من إنجيل المتى أصحح واحد وعدد واحد وعشرين أنه هالعذراء تحبل وتلت ابن وتدعو اسموها عما نقيل الذي تفسيره الله معنا إنما هذا الكذب وترديد أكاذيب كمان يقولك المسيح لم ينادي بالتلوس ألم يتحدث المسيح عن الآب وعن أنه والآب هو واحد وأنه مرسل من الآب وأنه أبي وأنه معرفتي هي معرفة الآب وأنه ما يفعله الآب أنا أفعله ألم يتحدث المسيح عن الروح القدس وعن مجيء الروح القدس وإرسال الروح القدس وأنبساق الروح القدس وخدمة الروح القدس وعمل الروح القدس ألم يتحدث الرب يسوع عن كل هذا ألم نرى الثلوس في المعمودية ألم نرى الثلوس أيضا في التجلي ألم نرى الثلوس في حياة المسيح أعرفش بيجي بكلام ده منين المسيح كمان إيه لم ينادي بالفداء لم ينادي بالفداء ألم يقل المسيح من أول مكانة البشارة بميلاد المسيح ويدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطيئه ألف بإراءة الإنجيل وعدي المرات ومرات المسيح يتكلم عن أنه ينبغي أن ابن الإنسان يذهب إلى أرشليم ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم أنه جاء لكي لا يخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين كلمش خالص ربي يسوع عن الفداء وما الجاي ليه ألم تكن هادي هي إرساليته من أجل هذا قد جاء ومن أجل هذا قد دخل إلى العالم طيب ده ده بداية الفيديو يعني زي منقول بداية القصيدة كفر كده ده بداية الفيديو كذب وتدليس دون أي سند طيب نيجي إلى الأمر آخر هل تجسد المسيح لم يذكر إلا في إنجيل يوحنى ده اللي بيقوله غالبا هو أطلق بس يعني خلينا نشوف تجسد المسيح لم يذكر إلا في إنجيل يوحنى عشان أوريكو إلى أي مدى جهل هؤلاء وعدم معرفتهم للحق نسمع بيقول لنا أي المسيحية هي في فكرة أن الله تجسد بشكل بشر في السيد المسيح هذه فكرة أتت لاحقا ولم تكن موجودة في تعاليم المسيح إنها موجودة في إنجيل يوحنى فقط والذي هو آخر إنجيل قد كتب في الأناجيل السابقة لمتة ومرقص ولوقة لم يتضمن أي منها شيئا عن التجسد وذكر التجسد في آخر إنجيل وهو إنجيل يوحنى يعني إذا كان المتكلم مجنون يبقى المستمع عائل ده المفروض ده المفروض طب أوكي تعال نفتح الأناجيل من أول إنجيل متى من أصحاح واحد بيكلمنا عن الميلاد العزراوي عن التجسد إنه المولود منك يدعى ابن الله نروح إلى إنجيل لؤة كلمنا عن التجسد بنروح عن إنجيل لحنى يوحنى بيكلمنا عن الكلمة صار جسدا وحل بيننا يعني يعني بصراحة يعني لو هيقوله هنقول عليك يعني أنت لم تقرأ لنجيل لم تفهم فيها شيئا طيب أخذ مدخلة وأرجع أكمل مع حضرتكم الأخ خالد من السعودية ألو ألو أهلا وسهلا بيك في موضوع التجسد لديه سؤال إذا سمحتك عندنا صالح الكوزان يتكلم في موضوع التجسد لديه تعليق على موضوع هذا يقول إنه المسيحيين يقولون إنه الروح الموجودة في داخل المسيح هي جزء من روح الله يعني من ذات الله بينما إنه الروح هي مخلوقة خارج ذات الله يعني الموجودة في أجساد كل البشر ومن ضمنهم المسيح حسب ما يقول إن هذه الروح هي روح مخلوقة ليس كما يقول المسيحيين إنها من ذات الله من جنس الله فما تعريقكم على هذا الشيء شكرا لكم شكرا لك أولا أولا هذا الكلام ليس له أي سند ليه لأنه لا يذكر الكتاب لا يذكر الكتاب هذا الأمر كتاب يكلمنا عن إنه كلمة الله الكلمة الأزلي الكلمة الأزلي صار بمعنى اتخذ جسدا اتخذ جسدا أي أنه اتحدا بجسد هذا الجسد الذي اتحدا بيه هو جسد بشري كامل جسد بشري كامل فيه جسد مادة فيه نفس إنسانية وروح لكن اتحاد اللهوت اتحاد اللهوت بالجسد هو ده شخص يسوع المسيح إذا قلنا إنه بس فيه نفس إنسانية مخلوقة يبقى ده إنسان عادي ليس هناك تجسد لكن فكرة التجسد أساسا كلها أو حقيقة التجسد مرتبطة بإنه الكلمة الأزلي اتخذ لنفسه جسدا وزي ما مرات ومرات شرحت هذا الأمر إنه هذه الكباية التي أمامي هي ممكن أقول إنها فضية لكن هي أساسا مش فضية هي فيها هوا جواه هي فيها هوا جواه الهوا اللي جواه ده من نفس طبيعة الهوا اللي برا نفس مكوناته نفس الخصائص نفس الجوهر بتاعت الهوا لكن الفرق الوحيد اللي بين الهوا الهنا والهوا اله برا أن الهوا اللي جواه كباية اتخذ شكل الكباية شكل الكباية فلما أقول أن الله اتخذ جسدا كلمة الله الأزلي اتخذ جسدا اللوجوس عقل الله اتخذ جسدا معناه أنه اتحدى بجسد دون أن يؤثر اللهوت على الناسوت ودون أن يغير الناسوت من طبيعة اللهوت ظل إله كامل وإنسان كامل أما من ينادي بأن المسيح معناه التجسد معناه أن المسيح عنده فقط روح إنسانية فهذا ليس تجسد ده إنكار للتجسد ده إنكار للتجسد أشكرك خالد على سؤالك طيب نيجي إلى اللي بيقولوا أنه التجسد مذكور في إنجيل يوحنى التجسد مذكور في الأناجيل دخول المسيح إلى العالم مذكور في الأناجيل أما ليه اللي موجود في إنجيل يوحنى إنجيل يوحنى بيأكد لي على لهوت المسيح كويس بيقول لي أنه الذي ولد من عذراء كويس هو كلمة هو دخول كلمة الله إلى العالم دخل عن طريق ميلاد عذراء طيب أخذ مدخلة الأخ هلال هلو أهلين كيفك أخ هلال أهلين دكتور أشرافدي غيبة معلش معلش أنت عارف الصيف وكنا شوية مشغوليات لكن ما أغيب عنك أنا أتابعك دائما أشكرا أشكرا أستفيد منك تاريخيا حتى لهوتيا أشكرك أشكرك فقط أريد أن أعلق هذا الشخص هذا الشخص أنا أعتقد أنه درس كتابات الحادية يعني مثلا بارت إيرمن العهد الجديد مقدمة تاريخية لكتابات المسيحية المبكرة وكيف صار يسوع إله فأنت تعلم أنه هم يشككون حتى في تاريخية يسوع وأنه الأنجل أربعة يعني مراحل يعني مرقص يعني تختلف بعضها وآخر أنا يعني شخص هذا هو قرأ هذه الأمور هو فعلا هو فعلا ذكر في الفيديو بتاعه يعني بارت إيرمن وغيره وهو كان ملحد حتى أبل ما يبقى مسلم كان ملحد يعني حتى أنه هناك المتبنيون يهود المسيحيين يعني الذين يقولون أنه تبناه الله في المعمدية وتركه في الصلاة وأنه لم يولد من عذراء وأنه يعني لم يكن الله المتجسد فأنا سؤال فقط لماذا ينادوه بالمسيح لو كانوا يعني يقولون المسيح يعني تنبأ عن الإسلام لماذا ينادوه المسيح إذا ناديت شخص بالمسيح خلاص هو الخاتم المسيح هو الخاتم فأنا عندي إشكالية في أن المسلمين ينادون يسوع بالمسيح وثم تقول تنبأ عن محمد يعني عندما تقول لشخص أنه أنت المسيح خلاص يعني لا يوجد شخص يأتي من بعده فالقرآن الكريم عندما أقرأ واجد فيها المسيح عيسى أقول كيف يعني لا أعلم كيف أحل هذه الإشكالية يعني هي مش بس مش بس أنه بيذكر المسيح عيسى يعني لكن كمان مكانة المسيح في القرآن تسمو تسمو فوق مكانة أي شخص آخر بما فيهم رسول الإسلام صح صح حتى هناك شخص تفضل يعني يعني وبالرغم من كده يؤمن بالإسلام ويرفض المسيح يعني صح يعني دايما دايما الواحد دايما أقول للشخص أوكي يعني ادرس الشخصيتين يسوع أو المسيح ومحمد واتبع الأفضل يعني حتى من ناحية المنطق اتبع الأفضل اللي يشجعك أو اللي يعلمك أو اللي يسمو بيك أو اللي يغير حياتك للأفضل لكن دي مشكلة كبيرة عند المسليين هناك مستشريقين يتبنون أن القرآن هو كتب على المسيح يعني 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 وأيضا أريد أن أعلق عن شيء هل تعرف يعني المخطوط القديمة التي وجدت دكترينا جاكوبي في سنة 635 أنه محمد الهاجريين باتريشيا كرون يعني كتاب الهاجري الهاجري باتريشيا كورونا مستشريقة باتريشيا كورونا تقول فيها أنه محمد ذهب إلى القدس ويريد تحرير القدس يعني اليهود لأنه اليهود كانوا يتضعون المسيح وقال أنه المسيح سيعود وأنه يمتلك مفتاح الجنة هذه المخطوطة يعني فلا أعلم يعني هذه الأمور كلها التاريخية ساهمت في تأسيس يعني الديانة الإسلامية أو طبعا ما ساهم في تأسيس الديانة الإسلامية هو السيف وليس أكثر من ذلك يعني خليني أكون يعني منصف اليهود لم يكونوا ينتظرون المسيح يحررهم من الرومة ومازال ومازال الحد يوم من هذا اليهود ينتظرون المسيح لأنه واحدة من أساسيات إيمانهم في المسيح إنه هو المحرر العسكري كويس أيوة إذا نصيف لذلك محمد استخدام السيف بس ليس لإزلال الآخرين لكن لتحررهم يعني زي يعني يعني الفكرة إنه يحررهم من المستبد وفي نفس الوقت يخضع الأمم له ده ده حقيقة أيوة صح وده على فكرة عايز أقولك حاجة إنه ده هيتم حتى إحنا كم مسيحيين بنؤمن إنه هذا سيتم في المجيء التاني إحنا لا ننكر هذا في مجيء المسيح التاني هيكون المسيح ديان هيكون ديان آه آه يعني زي ما بيقول سفر الرؤية في أصحاح ستة إنه في مجيء التاني الأشرار يقولون للجبال اسقط علينا وللأكام غطينا من وجه الجالسة العرش يعني هناك دينونة للدرجة إنه الأشرار يتمنوا سقوط الجبال عليهم من إنهم يقفوا قدام هذا الديان فده جزء جزء حقيقي في الهيمان المسيح صح لكن اليهود عندهم نظرة أخرى أنه لا يوجد مجيء ثاني وأنه إلى الأبد ويبقى ويحرر ويجمع متشدتي ويقيم طورات وكذا المهم أشكرك أشكرك أخي هلال دايما بسعد بمدخلتك وكمان بحواراتنا الشخصية مع بعض سعيد ربي بارك أنا من مشاهدي شكرا ربي بارك مع السلام كويس فالحقيقة إنه المسيح تحدث عن مجيء وعن إنه هو ابن الله المتجسد مرات ومرات يتكلم المسيح عن إنه ابن الله الوحيد طبيعة الإلهية وأنه مع الآب واحد تحدث عن أنه مرسل من الآب لفداء العالم فلم يجي يقول لي المسيح لم يتكلم عن التجسد ولم يبشر بالتجسد يعني معضلة بالنسبة لي المسيح مجرد رسول هو ده الفكر الإسلامي وعش كده هو لم يقولك أن المسيح بشر بالإسلام أن المسيح بشر ب أنه مجرد مرسل رسول من عند الله طبعا أي قارئ للأنجيل أيضا لابد أن يقف أمام عبارات لا يمكن أبدا أن تخرج من إنسان عادي وإنا وإنا ذكرت كتير من براهين لهوت المسيح اللي مذكورة في الأنجيل من فم المسيح نفسه تؤكد لهوته يعني المسيح لما يتكلم مثلا في متة 13 يقول أنه يرسل ملائكته سواء المسلم أو المسيح لازم يقف أدام هذه العبارة هو إزاي أن الملائكة هي ملائكة المسيح ما هي إما يكون المسيح يدعي كذبا وحاشى له يما يكون المسيح يعني أو شخص غير عقلاني وحاشى له أيضا يما يكون المسيح مضل وحاشى المسيح أن يكون مضل يما يكون حقيقي إنه فعلا هو الملائكة له والمسلم والمسيح يؤمن أن الملائكة هي خدام الله فقط هي له هو وحده تصنع مشيئته وتنفذ أوامره فييجي المسيح يقول في متى 13 أن يرسل ملائكته فيجمعونا من أطراف الأرض لازم تقف وتسأل هو مين ده لما يجي في مثلا في متى 25 يقول ويقول ويجلس على كرسي مجده ليدين يجمع الأشرار ويجمع الأبرار ويدين يجلس على كرسيه ليدين هو مين صاحب الدينونة وبأي حق المسيح سيدين لما تيجي مثلا في إنجيل مرأس وأصحاح 2 وفي عدد 5 إلى 10 مسيح يتكلم أنه مغفورة لك خطاياك كم أحمل سريرك وامشي ومين اللي بيغفر الخطايا أليس الله هو غفر الخطايا وحده في الإسلام وليس الله هو غفر الخطايا وحده في المسيحية وفي اليهودية لكن مغفورة لا خطاياك بأي سلطان يقول هذه العبارة لكن ترديد أكاذيب أن المسيح كان مجرد بس الرسول ده شخص من يقول هذا شخص لم يقرأ الأنجيل ولم يعرف شيئا عن المسيح طيب شوفوا يقول لنا ذكر في إنجيل واحد فقط أن السيد المسيح تجول قائلا إنه نور العالم أو إنه جاء قبل إبراهيم عليه السلام أو إنه قيامة الحياة أو إنه نور العالم كل هذه العبارات التي تتضمن التعظيم الشخصي للسيد المسيح موجودة في إنجيل واحد فقط إن نظرنا إلى الأنجيل الأولى فسنجد أن السيد المسيح لم يتحدث بهذه الطريقة أبدا تحدث عن الله والتوبة الله مختلف عن السيد المسيح فهو ليس الرسالة إنما الله إنه الرسول بالتأكيد لكنه ليس الله طيب زي ما قلت هو الفكر بتاعه فكر بارت إيرمان أو يعني فكر الليبرالي طبعا معروف جدا إنه الإيمان بلهوت المسيح جاء متأخرا يعني في اليهودية لما بدأت المسيحية كان الإيمان بالمسيح إنه المسيح شخص معلم رائع جميل رسول من رسل نبي من الأنبياء لكن لما الرسالة بدأت توصل إلى روما وإلى اليونان وهناك فكرة تأليه تأليه اللي قالها بتاعتهم ومجئها من السماء كويس وحضرها على الأرض فالمسيحيين اللي كانوا في اليونان أو روما تبنوا فكرة أن يكون المسيح أيضا أتى من السماء زي الآخرين الأليهة الوسانية الأخرى وعظموا شخص المسيح وكأن المسيح لم يكن في الكنيسة الأولى ومع بداية الكنيسة الأولى ومع المؤمنين الأواء معظم شفنا قبل كده في حلقة خاصة اتكلمت فيها عن المسيح قبل مجمع نقية وإنه مجمع نقية لم يؤله المسيح مجمع نقية أكد لهوت المسيح أفرمت يعني أكده ولم يصنعه بالعكس المنادات بالمسيح الرب هي رسالة الكنيسة الأولى من أول ما بدأت الكنيسة يوم الخمسين المسيح الرب لكي تكثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ويعترف كل لسان أن المسيح هو رب لمجد الله الآب دي رسالة الكنيسة لم تختلف لم تختلف طب أجي إلى جزء آخر لم يقول المسيح لم يقل في بق الأنجيل أنه نور العالم وانه هو الطريق والحياة والحق والحياة المسيح قال أن الملائكة له المسيح قال في باقي الأنجيل أنه الديان المسيح قال أنه تعالوا إلي جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم نفس دعوة الله التي قالها في أشحياء المسيح قال أن معرفة معرفة لله الآب هي نفس معرفة الآب له من نفس نوع المعرفة لا أحد يعرف الإبن إلا الآب ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن المسيح قال أمور كثيرة جدا سمعتم أنه قيل وأما أنا فأقول لكم أعلن إعلانات كثيرة عظيمة عن نفسه مش بس إنجيل يوحنا مش بس إنجيل يوحنا وزي ما قلت حتى وجود هذه العبارات في إنجيل يوحنا لا يقلل لأن إنجيل يوحنا اتكتب في آخر القرن الأول اتكتب في آخر القرن الأول ومحدش النهاردة حتى من النقاط يقدر يقول إن إنجيل يوحنا تكتب في نهاية القرن الثاني أو قرن الثالث لأنه هذا مثبت علميا حتى النقاط يعلمون أنه تكتب في نهاية القرن الأول طيب أخذ مدخلة الأخ زيتوني وأرجع ألو ألو أخ زيتوني ألو إزايك دكتور عزمي إزايك أنت عامل إيه إيش نحوالك دكتور عزمي الصحة كويس نشكر ربنا إنت عامل إيه وإزاي صحتك حمد لله حمد لله حمد لله نشكر ربنا الحمد لله بالله دكتور عزمي أنا حبيت أتسائل أيوة يسوع الله تجسد في يسوع في يسوع هل روح يسوع هل تخضع لقانون النسوتية أم لا أولا أنا بالله أتركني أسل ثم سأعقل بس توضح 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 ببساطة توضح فكريتك عشان أعرف أرد عليك يسوع متكون من اللهوت والنسوت أيوة هل يسوع النسوت هو خاضع لقانون البشر أولا بالله بين عم أم لا دكتور عزمي لي كي يواصل تكرتي أنا ما أتعطاكش كم من جوابني بين عم أم لا هل النسوت يسوع هل النسوت روح يسوع النسوت يسوع الخاضع نحن نعلم أن يسوع يجوع ويعطش وينام ويأكل هل هو خاضع لقانون النسوت طيب كمّل كمّل أنا هرد عليك مرة واحدة بس كمّل اللي أنت عاي تقوله عشان أرد عليك كل هل ممكن كمّل وجهة مذرك كمّل وجهة مذرك مدي لك فرصة نعم نعم جوابني بنعم أم لا هل هو خاضع هل ده هو سؤالك هل ده هو سؤالك يعني لا لا طيب كمّل سؤالك كمّل سؤالك أنا عايز أسمع السؤال كله عشان نرد عليه كله إذا كان خاضع أيوه إذا كان خاضع اللهوت نحن نعلم والمسيحية تعلم بأن اللهوت لا يأكل ولا يشرب أيوه وأنتم تعتقدون بأن المسيح قد مات ناسوتيا أيوه اللهوت لا يموت أيوه فالنسوت مات فأنتم تعتقدون بأن يسوع قد مات ثلاث أيام ثم قام قام باللهوت ليس بالنسوت لأن النسوت خاضع لقانون النسوت فالنسوت إذا مات لا لا يقوم مرة أخرى لا يقوم فالنسوت نحن عندما نموت نحن عندما نموت كيسوع فالروح تصعب إلى الله ولكن اللهوت الذي في يسوع لا لا يموت يقول في لقاء أنا أستشهد لنجيل وأنت الدكتور عزمي معتا تستشهد كثير لنجيل وأتكلم مسلمين الآن أكيد وبالله أنا أطلب منك احترام نحن نتعلم يقول في الكتاب المقدس في لوقا 24 ماذا يقول وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع هذا يسوع بعد الموت بعد النسوت ما مات النسوت مات الآن نحن نتكلم يسوع قام لاهوتيا ليس النسوتيا أيها وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم سلام لكم فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا أيها فقال لهم ما با لكم مضطربين ولماذا تختروا أفكار في قلوبكم انظروا يدي ورشدي أني أنا هو يعني ما معنى أنا هو أنا هو يسوع لأنهم عندما هربوا تركوه وهربوا سامعوا تلميذ لناجين أنا تكلبنا يقول لناجين تقول تركوه كلهم تلميذ وهربوا فسامعوا أن يسوع قد مات جسوني فقال لهم جسوني وانظروا فإن الروح فإن الروح إذا كان هو روح ليس له لحم وعظام كما ترون وحين قال هذا أراهم يديه ورشليه وأنا سأعود إلى شيء سألتك مرة دكتور عزم لم تجبني وبينما هو غير غير مصدقين وبينما هم غير مصدقين من الفرح فرحوا لأنهم ظنوا أنهم عالموا أنه لم يمت ومتعجبون قال لهم إذا كان قام لهوتيا وأنا تكلمت قلت إذا كان عنده قانون قانون النسوت والنسوت إذا مات لا يقوم فقال لو ماذا قدم عندكم ها هنا طعام فناولوه جزءا من السمك وشيءا من الشهر العسلي فآخبا وأكل وأكل قدامهم دكتور عزم إذا كان يسوع مات نسوتيا هل الله إذا مات هون نسوت صحيح هو هنا مات يسوع وقد خضع إلى قانون البشر والبشر النسوت إذا كان مات لا يأكل ولا يشرب فكيف فكيف يسوع عندما قام بعد الموت كيف أكل وشرب وهو خاضع لقانون به السؤال الأولانية أسألك سؤال نعم ما مفهومك عن قيامة المسيح لا لا أنا لا أؤمن بقيامة المسيح يعني هي لا تؤمن بقيامة المسيح لا لأن يسوع لم يموت أوكي لا أنا بكلم على فكرك الإسلامي أنا بكلم على لما الكتاب المؤدس بيقول لما الكتاب المؤدس بيقول أن يسوع قام من بين الأموات كيف قام يسوع من بين الأموات لا لا هذا هو من خاله ولكن أنا لهم بهذا عندما سأل دكتور عزمي أنا سألتك مرة وقلت لك عندما سألوه التلاميذ قالوا يا معلم نريد آية طلبوا قال جيل شرير ولا تعطى لهم آية إلا آية ينون يونان ما هي آية يونان أن يونان قد دخل إلى بطن الحود حي وخرج من بطن الحود خلينا أرد عليك خلينا الأولى أرد عليك أنا أرد عليك حاضر أشكرك أولا أنا أشكرك يا دكتور عزمي بالقبول شكرا دكتور عزمي زي ما قلت أن التجسد هو اتحاد اللهوت بالنسود اتحاد كامل كويس دون امتزاج أو تغيير أو تبديل كويس أنه كلمة الله الأزلي الإبن الذي في حدن الآب اتخذ جسدا هذا الجسد نفس وروح وجسد كويس إنسان كامل طب لما مات المسيح من الذي مات الموت في المفهوم البشري هو انفصال الروح عن الجسد أنهي روح الروح الإنسانية عندما تنفصل عن الجسد يموت الإنسان لكن ليس معناه أن الكلمة يسوع المسيح اللهوت قد مات اللهوت لم يموت في موت يسوع المسيح انفصل الروح عن الجسد في قيامة يسوع المسيح في قيامة يسوع المسيح من بين الأموات قام يسوع المسيح قام يسوع المسيح من بين الأموات قيامة مادية جسدية فعلية حقيقية لم يكن روح ومجرد هلام قام لا قام بالجسد لكن هذا الجسد اللي انت بتكلم عنه يا اخ زيتوني هو جسد مختلف عن الجسد الاولاني الجسد الاولاني يتعب يمرض يموت الجسد الذي قام به يسوع المسيح من الاموات يخترق الابواب المغلقة الجسد الذي قام به يسوع من الاموات يصعد الى السماء الجسد الذي قام به يسوع من بين الاموات جسد لا تحد لا زمان ولا مكان هذا جسد جديد قام به يسوع المسيح هو فيه علامات الجسد القديم من صلب من اماكن للطعنى من اماكن المسامير وعش كده قال لهم هات يدك وضعها في اثر المسامير لكنه جسد جديد جسد قيامة ده انت لا تؤمن بالقيامة وبالتالي ترفض فكرة قيامة المسيح من بين الاموات وبهذا لا تستطيع ان تفهم يعني ايه المسيح قام من بين الاموات وبأي جسد قام يسوع المسيح من بين الاموات طيب اخذ مدخلة اخرى الو الاختة الدرية الو الو ايوة ايوة مساء الخير الاخرى شيد الاشرف عزمي معاك اه انا ممكن اشارك في البرنامج لو سمحت اه ممكن طبعا تفضلي اه يعني افجل دلوقتي يعني دلوقتي ممكن اتكلم اخر شيء ولا بعدين لا 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 مش دلوقتي لو انت متابعة البرنامج يبقى الاسئلة الاسئلة انا مستني الحلقة دي انا كنت ترطعه منه واصلهم يعني انه يعمل حلقة عن الموضوع طيب حضرتك ايه سؤالك اه انا بس كنت عايزة انا هو اصف المكانة عبل كده وكانت مسكلة عن تكسير الاسلامي برضو كنت تسألته على انه هو يعمل حلقة عن المسيحين في مصر والكلايس المسيحية او المسيح عموما يعني شقة اوصف الكلايس المسيحية وانا اتبسطت جدا انه هو عمل حاجة زي كده بس كان سؤالي انه طيب واحنا نروح فيل من التعريض والتكسير اللي بيعملوه الكهنة للشعب من نوع احنا نتكلم لازم نقول زيهم لازم نردد اللي هما بيقولوه اما مثلا يحرمك من الكنيسة او عايز دخنك او ينبيدك انا هاخد سؤالك بس عشان يعني هو خارج نطاق النقاش بتاعنا والحلقة النهاردة لكن اتمنى انه تتعامل حلقات عن هذا الموضوع لا انا مش اصدي مش عافية زي حاجة شايف ان هو خارج النطاق بس حاجة شايف مثلا ان هو واحد زي سامح موريس ده كل الكهنة ما تبص على الناس كلها كله عايز تردد نفس اللي هو بيقولو نفقف على اللي هما بيقولوه انت بس باش تعترض على اللي هما بيقولوه وإلا انت هتبقى منبوز للمجتمع وطبعا يعني عشان كده عشان كده يعني هاختم محضرتك اقولك انه لازم الواحد يعلن الحق الكتابي سواء هذا الحق الكتابي لم ينادي به احد الخدام او شوهو لكن انا لازم كمؤمن اعرف كتاب المؤدس واميز ما بين تعليم وتعليم ولا اكون محمول بكل ريح تعليم فالكنيسة دخلها من اول نشأتها معلمين كذبة كثيرين والكتاب المؤدس حذرنا عشان كده مهم اولينا كمؤمنين انا مش بكلم على الناس معينة انا بكلم بصفة عامة انه لازم المؤمن يبقى عارف كتابه عارف المكتوب درسه كويس يقدر انه يميز ما بين التعليم الحقيقية وما بين التعليم الغير حقيقية اشكرك على مدخلتك ربنا يباركك طيب في مدخلة اخرى الاخ يوحنة مرحبا دكتور اهلين اخي حنة كيفك الحمد لله نشكر الرب دكتور اشرف الاخ زيتون حكى معك من شوي هو عم يقول اللاهوت المسيح اقام ناسوته ايو هو عم بيرد على نفسه بس انا كنت بدي اعطي مداخلة ببداية الموضوع ايو تفضل الشخص اللي انت طلعت الصوت تبعه ايوه انا محضرت المسيح لما اجا ما كان كان اما عم يفعل او يقول من الافعال للمسيح اول اعمال المسيح بكل الاناجل عم نشوفه هو كان تأسيس الكنيسة ايو صح يعني لما هو دع التلاميذ هو عمليا كان عم يأسس الكنيسة ما في داعي يحكي عنها هو أسسها بشكل فعلي وكان اول عمل ابتدأ فيه بكل الاناجل هو تأسيس الكنيسة صح دع التلاميذ ودع التلاميذ لصالة 12 هيك بيكون تأسست الكنيسة الأولى بشكرك شكرا يا حنة شكرا لك شكرا لك طيب اجي الى فيديو اخر بيقول له طب ايه هي بدايتك في الاسلام يعني انت لي ايه المعضلات اللي رأيتها في المسيحية تخليتك تترك المسيحية ويه اللي خلاك تقبل الاسلام يعني انا زي ما قلت قبل حضرة انا نفسي اسمع واحد مسلم هما طبعا يخترعوا واحد مسلم او واحد مسيحي يعني انه غير مسلم يجي يقول لهم انا اصلا وجدت في رسول الاسلام ما لم اجدوا في غيره وجدت فيه المحبة والتسامح والغفران والحكمة يعني مفيش هذه المواضيع في الاسلام لكن خلونا نشوف هو ازاي بدايت مع الاسلام ايوه قل لنا لم اكن ادرك ان الاسلام ايضا كان يحترم السيد المسيح وامه سورة كاملة من القرآن سميت باسم مريم او ماري في اللغة الانجليزية لذا هكذا كانت بداية في الاسلام يعني دي كانت بدايته في الاسلام انه رأى انه في سورة كاملة في القرآن باسم مريم فده خلاه يقبر الاسلام تم في سورة كاملة ايضا في القرآن باسم البقرة وفي سورة كاملة ايضا في القرآن باسم العنكبوت والنمل يعني يعني وايه والفيل يعني في سور في سور باسماء حيوانات وحشرات يعني يعني هل ده اللي خلاك تيجي للإسلام هل ده اللي يخلي واحد يقبر الاسلام كدين ويعتنق ويترك الحياة والابدية في المسيح يسوح ما انا ما عرفش يعني طيب قالك الاسلام بيجيب على اسئلة الانسان المهمة الاسئلة التي لم يستطع او لم تستطع المسيحية الاجابة عليها الاسلام اجاب عليها يعني الاسلام اجاب على اسئلة عميقة لم تجيب عنها المسيحية طب ايه بقى الاسئلة العميقة التي لم تجيب عنها المسيحية ووجدت اجابتها في الاسلام خلينا نسمع ما هي الاجابات الاخرى التي وجدتها في الاسلام ولم تجدها في المسيحية هل يمكنك ان تخبرنا وجدت اجابات على بعض الاسئلة العميقة حيث مازالت تحير اللاهوتيين المسيحيين والاساقف من اعلى المستويات على سبيل المثال معضلة المعاناة والشر في العالم طيب معضلة معضلة الألم والشر على فكرة ما فيش واحد من الفلاسفة اللي نقش الموضوع ده رجع للإسلام لأن الإسلام بيحلها ازاي هناك ابتلاء وتجربة من الله وعقاب إله كويس فإذا أنت حصلت لك مصيبة كويس لو أنت مؤمن يبقى ابتلاء من ربنا طيب لو أنت غير مؤمن يبقى عقاب من ربنا بس وانت على الموضوع المسيحية هي الوحيدة اللي بتقدم إجابة منطقية لمعضلة الشر والألم وارتباط الشر والألم بسقوط الإنسان وأن انفصال للإنسان عن الله هو السبب الأساسي الذي من أجله أتى إلى العالم الألم والشر فالموت هو نتيجة الخطية والألم اللي موجود في العالم والشر اللي موجود في العالم نتيجة بعد الإنسان وانفصاله عن الله صار الإنسان ميت بالزنوب والخطايا مسحية قدمت الإجابة على هذا السؤال لكن حضرتك يمكن ما تعرفش ده أعظم الفلسفة الذين تناولوا موضوع الألم والشر كان مرجعهم الكتاب المعدس كان مرجعهم حياة المسيح كان مرجعهم الألم في حياة المسيح حتى لكن تقول لي الإسلام الإسلام إيه اللي إجابة لقدمها الإسلام الإسلام لم يقدم حاجة الإسلام قال لك كله مكتوب قدر القدرية في الإسلام يعني انت لو ما يشو خبطتك عربية يبقى ده قدرك سواء سواء العربية دي كان شارب مضمن مخدرات سكران نايم ده مش مسؤوليته أهو ده قدرك يعني يعني الإسلام لم يقدم إجابة لأهم الأسئلة التي تتعلق بالإنسان انت رايح فين بعد ما تموت الإسلام يمقدم إجابة ولم يقدم إجابة شافية عن هذا الأمر كل ما تروك ده حتى رسول الإسلام ما يعرفش ممكن تبقى رجله جوه وفي الآخر تطلع يطلع بيه برة لا يوجد ضمان في الإسلام لا يوجد سلام في الإسلام لا يوجد تغيير الحياة في الإسلام الإسلام لم يقدم إجابة الذي قدم الإجابة الوحيدة هو الكتاب المقدس والذي أعلن هذه الإجابة من خلال حياته هو شخص يسوع المسيح الذي قال أنا هو الطريق والحق والحياة الذي قال أيضا أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحي الذي قال أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر نكمل مع بعض في حلقات أخرى فإلى أن نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم ترجمة نانسي قنقر